السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة نبدون مقدمات مرحبا كيفكن ان شاء الله بخير مقاومة الانسولين شو اللي بيخليها اليوم حديث العالم والطب وهاجس ملايين البشر لدرجة صار اسمها القاتل الصامت هي ببساطة حالة يفقد فيها الجسم استجابة الطبيعية الهرمون الانسولين فيضطر البنكرياس لا إفراز كميات أكبر ليبقي مستوى السكر تحت السيطرة لكن هل يبقى الأمر بسيط عند هذا الحد لا لأنه استمرار هذه الحالة يفتح الباب أمام سلسلة طويلة من الاضطرابات تبدأ بالسكر ولا تنتهي بالقلب والكلا والدماغ لا قدر الله وهون السؤال الهام هل الرجال والنساء يتأثرون بنفس الدرجة الدراسات الحديثة تقول لا النساء أكثر عرضة لآثار مقاومة الانسولين على المدى البعيد ممكن يكون السبب طبيعة الهرمونات أو توزيع الدهون بالجسم أو حتى اختلاف الاستجابة الفيزيولوجية لكن الأكيد أن الجنسين معرضين حتى وإن كانت النساء تدفع الثمن بشكل أكبر طيب ليش مقاومة الانسولين منعتبرها خطيرة لهذا الحد؟ الحقيقة لأنها البوابة الأولى لمرض السكري من النوع الثاني كل ما طالت فترة المقاومة بيزداد الضغط على البنكرياس حتى يضعف فبيتحول الخلل إلى مرض صريح لكن القصة ما بتتوقف عند السكري مقاومة الانسولين مرتبطة أيضا بأمراض القلب والشرايين الانسولين المرتفع يرهق ويتعب جدران الشرايين وبيسرع تصلب الشرايين وبيزيد من احتمالية انسدادها وما مننسى ارتفاع ضغط الدم فببساطة مقاومة الانسولين تحفز الجهاز العصبي بالجسم فيرتفع ضغط الدم وتزداد ضربات القلب إذن نحن عم نحكي عن حالة بسيطة عم نحكي عن سلسلة مترابطة تبدأ من مقاومة صغيرة في الخلايا وبتتطور إلى سكري ضغط أمراض قلب وربما مضاعفات أخرى والفرق بين الرجال والنساء واضح إلهما معرض لكن النساء بدائرة الخطر بشكل أكبر تخيل أن الكبد مثل محطة تنقية في الجسم لكن مع مقاومة الانسولين يبدأ الكبد بتخزين الدهون في داخله بدل ما يتخلص منها وبتكون النتيجة تراكم دهون تعيق عمل الكبد هذه الحالة نراها عند الرجال والنساء معا لكن ممكن تكون أخطر عند النساء بسبب التداخل مع الهرمونات أما أضطراب الكوليسترول فمنلاحظ أن التحاليل عند مرضى مقاومة الانسولين أظهر ارتفاع الدهون الثلاثية وانخفاض الكوليسترول الجيد HTL المزيج غير بريء فهو يرفع خطر تصلب الشرايين بشكل مضاعف والسؤال هل يختلف الوضع بين الرجال والنساء والجواب نعم بأغلب الأحيان فالنساء قد تتأثر لديهن نسب الدهون بدرجة أكبر خاصة بعد سن انقطاع الطمث وإذا ذكرنا الدهون لابد ما نحكي عن السمنة الحشوية السمنة التي تتجمع بالبطن هذه ليست مجرد زيادة وزن إنما هي وقود يغذي مقاومة الانسولين ويخليها حلقة مفرغة المدهش أن بعض الرجال أنحف من النساء لكن عندهم كرش كبير وهذا بحد ذاته عامل خطر لا يقل خطورة عما نراه عند السيدات عند النساء يظهر جانب خاص جدا هو متلازمة المبيض متعدد الكيسات PCOS أغلب المصابات بهالمتلازمة يعانوا من مقاومة الانسولين وهذا بيزيد اضطراب الهرمونات وبيأثر على الخصوبة وعلى الدورة الشهرية هون بيظهر الفرق واضح بين الجنسين لأنه المتلازمة ما بتصيف الرجال بطبيعة الحال لكنها تكشف حجم المشكلة عند النساء المستويات المرتفعة من هرمون الانسولين ممكن تحفز نمو بعض الأورام مثل سلطان الثدي والقولون الرجال والنساء معرضين لكن الخطورة مضاعفة عند النساء بسبب حساسية بعض الأورام للهرمونات والانسولين بالوقت ذاته ممكن تظن أنه مقاومة الانسولين مجرد حالة مرتبطة بالسكر لكنها بالحقيقة مثل جذور شجرة تمتد إلى كل أعضاء الجسم البداية من الالتهابات المزمنة حيث يبقى الجسم بحالة التهاب منخفض الدرجة وهالالتهاب المستمر بيفتح الباب أمام تصلب الشرين وتدهور المناعة وزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان طيب وصلنا إلى الدماغ ويمكن ما بتعرفوا أنه يطلق على الألزهايمر أحيانا اسم السكري من النوع الثالث السبب أنه الخلايا العصبية بتصير أقل قدرة على استخدام الجلوكوز أو السكر فتضع في الذاكرة والتركيز وتزداد احتمالية الإصابة للألزهايمر النساء بشكل خاص بيظهر عندهم هذا الخطر بشكل أكبر الكلا بدورها تتأذى بارتفاع المستمر للسكر والإنسولين يضر الأوعية الدقيقة وهذا بيفاقم اضطرابات الكلا وبيزيد من احتمالية الفشل يكون لوي مع مرور الوقت أما النوم الذي يفترض أن يكون فترة راحة فيتأثر أيضا مقاومة الإنسولين ترتبط بانقطاع النفس أثناء النوم والشخير وضعف جودة النوم وهذا بيزيد من التعب وبيزيد مقاومة الإنسولين سوءا ومن الجانب النفسي بيزداد خطر الاكتئاب والقلق واضطراب الإنسولين يأثر على النواقل العصبية المسؤولة عن المزاج مثل السيروتونين والدوبامين أمر آخر هام جدا عندما ترتفع مستويات السكر والإنسولين بالدم باستمرار يضعف عمل خلايا المناعة وبتصير أقل قدرة على مواجهة الجراثيم والفيروسات والنتيجة التهابات متكررة وشفاء أبطأ من الجروح وزيادة قابلية الإصابة بالأمراض المزمنة والأخطر من كل ما سبق أن الأبحاث الحديثة كشفت بأن النساء المصابات بمقاومة الإنسولين أكثر عرضة للإصابة بما لا يقل عن 26 مرض مرتبط مباشرة سأذكر بعضها وسأترك لكم قائمة بهذه الأمراض الخطيرة في نهاية الفيديو السكري من النوع الثاني أمراض القلب التاجية ارتفاع ضغط الدم السمنة الحشوية الكبد الدهني غير الكحولي اضطرابات الكوليسترول انخفاض HDL وارتفاع الدهون الثلاثية سرطان القولون هشاشة العظام اعتلال الكلا المزمن اعتلال الأعصاب السكري وأحد أخطر ما أظهرته الدراسات الحديثة هو ارتباط مقاومة الإنسولين بالوفيات المبكرة البحث الأخير كشف أن النساء المصابات لمقاومة الإنسولين يواجهنا خطر أكبر للوفاة المبكرة مقارنة بالرجال والسؤال لماذا؟ لأن المضاعفات تتراكم بسرعة سكري ضغط أمراض قلب سرطانات فتتشابك وكأنها شبكة تحاصر الجسد من كل جانب لكن هل يعني ذلك أن الباب خلص مغلق؟ لا أبدا هنا يظهر دور الغذاء كخط الدفاع الأول النظام الغذائي منخفض الكربوهيدريت والغني بالخضروات الورقية الدهون الصحية والبروتينات الجيدة يساهم كل ذلك بشكل واضح في تحسين استجابة الخلايا للإنسولين الفرق بين من يلتزم ومن يهمل قد يكون صحة وعافية وحياة أطول بإذن الله طبعا أما النشاط البدني فيكمل الصورة المشي اليومي صعود الدرج وتمارين المقاومة تجعل العضلات أكثر حساسية للإنسولين فتسحب السكر من الدم بطريقة طبيعية واللافت أنه مجرد 30 دقيقة من الحركة المنتظمة يوميا قادرة على كسر الحلقة المفرغة إذن الرسالة واضحة مقاومة الإنسولين مانا نهاية إنما هي بداية الرحلة يمكن قلب مسارها من خلال الغذاء والرياضة الحركة وأيضا الوعي أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيبة الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خضور علي استشاريا بالأمراض الباطنة والغداد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعم الفائدة والخير عائلة الجميلة ألت الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة